كالمستجير من الرمضاء بالنار نساء وأطفال ورجال يرمون أجسادهم المتعبة على الأرصفة والطرقات بحثاً عما يحتمون به بعدما اشتد بهم الوجع في بلد هو الآخر يبحث عن منفذ للحياة منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أصول أكثر من 67 ألف مهاجر إفريقي إلى البلاد خلال العام الجاري بهدف الانتقال في رحلة مميتة إلى دول الخليج خصوصاً السعودية غالبية المهاجرين الواصلين من أثيوبيا وبنسبة تعدت 97% فيما البقية من الصومال وخلال شهر نوفمبر الماضي فقط وصل أكثر من 9 ألف مهاجر في طرق هجرة لا تزال تحت سيطرة المهربين والمتاجرين الذين لا يرحمون فبحسب منظمات حقوقية يمنية يتعرض المهاجرون الأفريق لجرائم الاعتداء والتعذيب البدني والجنسي إضافة للاحتجاز من أجل المال والتجارة في الأعضاء وغيرها من الانتهاكات حيث تؤكد تقارير أممية أن المئات من المهاجرين الأفارقة قتلوا في اليمن خلال سنوات الحرب المستمرة غالباً بسبب العنف صنعة احترقوا علينا 450 شخص في داخل الجوازات الذي في صنعة فعلنا مظاهرة شهر كامل الصباح بين الشمس والليل بين البرود نحنا جاسين في صنعة وحرق لما نحرق الحوتي فاليوم من المطقة واحد يلفنا أكثر من 350 شخص والذي عنده بيس يدفع بيس والذي ما عنده بيس ضروري وغصباً عنه يشللل لنلقبها والذي ما يرضيش يروح لنلقبها لما نبقي 450 شخص نسوان مع أطفال مع الرجال حرقوهم كامل لما نوصلنا في الجوازات مع الدقي شحد ميليشيا الحوثي بحسب مهاجرين أفارقة صرحوا لوكالة الأنضل أقدموا على إحراق مراكز احتجاز المهاجرين في جرائم وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية لم تكن ميليشيا الحوثي المنتهك الوحيد ففي عدن طرق المهاجرون الأفارقة أبواب منظمات الأمم المتحدة لكن الرد جاء متخذلاً لتأخذهم سلطة عدن بالقوة وترميهم في آخر منطقة فاصلة بين سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية الميليشيا من جهتها بحسب منظمة الهجرة الدولية تجبر المهاجرين على الانضمام لجبهة القتال في صفوفها أو التوقيع على وثيقة بعدم العودة إلى صنعاء عملية ترحيل المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم أمر في غاية الصعوبة أيضاً فالقانون الدولي يمنع إجبارهم على العودة وقليل منهم من يرغب بذلك فيما نفذت منظمة الهجرة الدولية برنامج العودة الطوعية للعديد منهم